رئيس الجمهورية وصل لأبو ظبي طبعا كان في الطريق من سلطنة عمان استمرت زيارته في عمان لمدة ثلاثة يام والنهاردة في زيارة بتبدأ في أبو ظبي كان دي صور رسمية خلينا ندخل مع حداركم في الموضوع نطول دي صور رسمية اللي كل الشعوب العربية متعودة عليها أو تراها في لقاءات مختلفة ما بين رئيس أو رؤساء أو زعماء في العالم العربي مع بدايات هذه الزيارات على المستوى الرسمي فيبقى فيه مشاهد الاستقبال الرسمي بيسموه احنا بسميه على المستوى الإعلامي والتلفزيوني لقطات التصوير اللي هي بداية التصوير والاستقبال الرسمي اللي بيبدأ في كل الزيارات ودي دايما شيء معتاد أو تقليدي شفته أكيد لأنه هنا بقى حنقل للشكل غير التقليدي أولا مصر والأمارات المسألة ما فيش تقليدية في العلاقة بالمناسبة يعني خرجت عن الإطار التقليدي المعتاد في العلاقات ما بين الدول على مستوى إيجابي طبعا بتشوفوا دايما صور تخص مثلا الحلفاء الكبار في العالم يعني أو الحلفاء الشديد التحالف اللي علاقات بينهم علاقات بتبقى شديدة القوة أو الإيجابية يعني الرئيس الأمريكي أي رئيس أمريكي مع أي رئيس وزراء كندي على سبيل المثال الرئيس الأمريكي مع رئيس وزراء أو رئيس الحكومة أو رئيسة الحكومة يا مارجر تاتشر البريطانية تشوفوا صور على هذا المستوى بالنسبة لنا إحنا الصور دي غير تقليدية بالنسبة للجانب المصري على الأقل هذه صور غير تقليدية بالنسبة للجانب الإماراتي بالنسبة للشعب الإماراتي هو متعود أنه يشوف كبار الدولة سواء محمد بن زايد أو المكتوم أنه يشوفهم دايما في أماكن عامة مختلفة من الطبيعي جدا أن أنت تقدر حتقابل الشيخ محمد بن راشد المكتوم في معرض ما؟ معرض اقتصادي في معرض عربيات في مناسبة ثقافية أو في مؤتمر دبي مثلا للإعلام اللي الواحد بيتشرف بحضور ده معتاد بالنسبة للشعب الإماراتي لكن زي ما بيقولوا كده في الميديا أو في التلفزيون السياق أو الإطار العام اللي بيبقى موجود فيه الاثنين بقى هنا اللي احنا بنتكلم تحديدا فيه مرتبط مثلا بمحمد بن زايد قال نهيان ولي عهد أبو ظبي وطبعا وفي الصورة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ده السياق الغير تقليدي بالنسبة للجانب المصري والنسبة للجانب العربي أنه ده بيحصل زي ما بقول لحضراتكم ما بين دول بتبقى العلاقات وصلة لمستوى مستمر وقوي ومتطور دايما من القوة والإيجابية مش بتشوفوا الصور دي مثلا برضو مرة تانية نشوفها ما بين المستشارة الألمانية وما بين حد من رؤساء الحكومات الأوروبيين على سبيل المثال متشوفوش الحكاية دي مع رئيس أمريكا مثلا مع الرئيس الأمريكي لكن تشوفو ما بين الرئيس الأمريكي وما بين الرئيس الحكومة البريطانية التحالفات اللي هي تبقاش إيه تحالف سياسي بيقى تحالف سياسي وتحالف عضوي طبعا أنا لك صحفي أو كتلفزيوني يعني كنت أدفع نص عمري وابقى زي ما بيقول الأمريكان The fly on the wall أو الذبابة على الحقت اللي هي وقفة بتسمع وتسجل وتشوف إن الواحد يعرف إيه الكلام اللي بيدور على هذا المستوى ترجمة نانسي قنقر